السلام عليكم ورحمة الله تصادفك بعض الحالات في الزامرن انه الاميليتر يعمل وهنا يقول لك ولا ترى اي شيء من تطبيقك على الاميليتر السبب في ذلك انه الاميليتر الخاص بك غير متصل فحلالة ده مشكلة بسيط جدا كيف تفعلها تذهب الى ايش البولد وتعمل كانسل المن كانسل لهذه الوبرائشن التي لديكه بعدها اعملت كانسل كيف تفعلها تفتح الكومات ويندوز الـ cmd وتفتح الاميليتر الاميليتر تذهب الى جزء النيتورك الخاصة بك وتحاول ان تنتصل بالآي بي الخاص بالاميليتر كيف دعني اوليك اين هو النيتورك هذا هو النيتورك اين هو الآي بي الخاص بالاميليتر هو هذا الآي بي الخاص بالاميليتر 192-192-0-103 فقط تكتب ADB ويجب ان تكون مفعل الـ ADB اذا لم تكن مفعل الـ ADB في كومبيوتر سوف اضع لك رابط في الاسفل كيف تفعل الـ ADB تكتب ADB ثم تكتب اسم الـ IB ايش هو الـ IB الـ IB هو 192-192-968-0-103 تضغر انتر اوكي الان كل ذي تفعل عد عمل الـ Run مرة اخرى والمفروض حلة المشكلة ان شاء الله لنرى تضر قليلا ونرى ايش الذي سوف يحصل حسن انظر عمل شكرا حسن بالتابعة وانتقى في دور الصخرة ولا تنسى ان تعمل لك وسبسكرايب وتضع الـ comment اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة